يعني انطباعك على صفقة رحيمي العين وهل كان لك مثلا تدخل هل لجأ ليك استشارك اديته نصيحة في الموضوع فقل لي في البداية قبل انتقاله التفاصيل الأخير هو صفقة رحيمي كانت كان زي ما تقول عندي رغم ان رحيمي روح كاني انا اللي بدي اروح العين يعني اول ما بدأت بوادر الصفقة تتم وخوصا في نهاية الموسم يعني كان فيه كلام كان فيه كلام بعد الشان الكاس الافريقي مع المحليين اللي كان فاز فيه المغرب وفاز رحيمي كان اظن بهداف او احسن لاعب يعني كان صعب ان رحيمي يروح في هالفترة الفريق كان محتاجه كان مقبل على الدوري ينفس على الدوري ينفس على كأس افريقيا ينفس على كأس العرب كأس محمد السادس بعد الاندية البطلة يعني كان صعب ان سوفيان يروح بس يوم ما كلمت سوفيان كلمت في هالفترة بعد قلت له سوفيان اذا تبقى تروح لأي نادي اذا تبقى تروح لأوروبا هاي شكل شيء تاني بس اذا بدك تروح من غير أوروبا ما عليك الا العين ما تفكر كثير الا العين يعني يوم ما بدأت الصفقة وبدأت في عرض من العين رسمي يوم ما كان عرض من العين رسمي قلت له سوفيان انا اللي اتصلت فيه قلت له سوفيان انت شو بدأ كان متخوف صراحة هو كان متخوف قلت له سوفيان شوف انا حتى بعد سعيد خرازي اظن كلمه حتى سعيد خرازي الناس سعيد خرازي يشتغل في نادي رجال يشتغل في قاتل سنية مع نادي رجال اظن عند الأقل من 13 سنة او شي كلما سعيد قللي سعيد كلمني قلت له شوف انا باختصار اختصار رح اقولك شيء العين يوم ما تروح العين مو مسألة فريق يعني انت تروح لأي فريق تاني تروح للفريق بس يوم ما تروح للعين تروح للعائلة يعني تروح للبيت بتصير عندك عائلة تامية كثيرan دليل هو ان احنا لعيبة العين اللي لعبنا المغاربة بعد اللي لعبنا في العين وانا واحد منهم يعني لسا للحين بعد الله بفضل الله الحمد لله أن نسخرنا أن نحن لعبنا في العين لنا الحين لنا اليوم أنا خلصت من العين في 2010 أضم 2010 طلعت بعد الإصابات وشي طلعت من العين بس من 2010 لنا الحين يعني العين ما راح يستفيد مني شي إذا يقدمني مساعدات وإنت يستمرون فيني وكل تظاهرة أي كل مناسبة حق العين يبعتولي يبعتولي رسالة ويبعتولي استدعاها ويبعتولي يبعتولي أروح أمثل العين يعني ما راح يكسبوا شي بس ما بينسوا اللعيبة مالهم قلت لها بهالحرف ما بينسوا اللعيبة مالهم شيوخ العين مسؤولين مال العين شيخ الزاع شيخ محمد ما بينسوا اللعيبة مالهم يعني حتى كان في مرات كان في مرات كان عندي مشاكل كان عندي مشاكل مع إلي أو شي بس أول حد لقيت معاي شيخ الزاع الله يطول عمره وشيوخ كلهم مع الإمارات يوم يوم افتتاح ملعب هزاع تصل الدعوة يوم كاس العالم بعثوا لي دعوة بس كانت ظروف عائلية صحية كنت في فاريس بعد وكان كل مرة يتصلون لأن كان عندي ظروف عائلية صحة مع البنتي وزوجي كانوا تعبانين شوي بس العين كان يتصلون يتصلون يسألون يلزمك شي يلزمك شي فريق تحس أنك تتكون عائلة ثانية ليس مسألة فريق كرة القدم ومسار اللاعب أو حياة اللاعب في كرة القدم تنتهي في يوم الأيام تنتهي العلاقات هي اللي بتتم يعني يوم أقول لك روح للعين تروح للعين وانت مغمض عنك يعني تروح على نادي يحترموك يقدروك يسولك أي شيء يتباه يعني تلعب على أعلى مستوى تلعب في الاحتراف تلعب في احتراف أكتر من فرق أوروبا أكتر من هاي شيء كله بيطروح عند الأب الكبير يوم ما أقول الأب الكبير أتكلم على الشيخ محمد وأتكلم على الشيخ شيخ هزاع هدولة يحطونك تحت جناحهم كيف ما نقول يعني ما راح يلزمك أي شيء مو بتكلم بس عن المسائل المادية مسائل المادية تحصلها في أي مكان في الخليج يعني تروح على أي فريق ما شاء الله في دولة الإمارات العربية أو حتى أي فريق خليجي يعني تحصل مسائل المادية بس المسائل المعنوية مسائل المعنوية اللي تحتاجها أنت كإنسان قبل ما تحتاجها كلاعي ما راح تحصلها في مكان إلا في نادي العين بس اللي يساعد نادي العين اللي يساعد نادي العين اسم نادي العين هذا اللي يساعد نادي العين يوم يدخل نادي العين في صفقة مع أي فريق أوروبي يضرب الأحساب يعني ما ممكن أي شيء يتباه اسم تاريخ شيوخ ألقاب مصار نادي منذ تأسيس النادي وكل الزعيم يعني مو مسألة جت مسألة الزعيم يعني يوم ما كلمتها حسيت أنه عندها قابلية كان سعيتها في نفس التويد كابتن كان الأهلي داخل في الصفقة وكان داخل بقوة وعرضه بغاية خمسة مليون دولة أنت كيف أخناعته يسيب الأهلي وروح العين وشو رأيك في عرض الأهلي لا شوف أنا والله العظيم ما كنت أشوف أن عرض الأهلي رح يفوز على عرض العين ما كنت بشوفها ليش؟ لأن سوفيان أبن الرجاء وإحنا بعد أبناء الرجاء يعني يوم ما نتكلم على الرجاء نتكلم على الرجاء الشعب نتكلم على الرجاء يوم تدخل على نادي الرجاء غير على الأندية المغربية الثانية يوم تدخل تحس أنك في بيت مو فريق عادي يعني كل شرائح المجتمع حتى اللي ما بيحبون الرجاء اللي بينتماء هم الفريق الثاني في المغرب يحبون لعبة الرجاء ما أدري شو السير فيها ما أدري شو والعين سبحان الله العين والرجاء عندهم نفس الشيء يعني يوم ما تكون لعب نادي العين غير أنك تكون لعب نادي فريق ثاني حتى يوم لعبت بعض في الوصل متحية كبيرة الوصلة وكل شيوخ نادي الوصل حصلت كل الترحيب والاهتمام بشكرهم كثير يوم ما لعبت مع الوصل بعدي لاعب نادي العين بحسب القميس الوصل ويكلموني على العين يعني يوم تلعب فريق مثل العين كأنك لاعب فريق ما أدري كأنك تلعب منتخب الأمارات يوم تكلم يوم تكلم عن العين كفريق تتكلم على الدولة لأنك تمثل الدولة تمثل دولة دولة الإمارات أنا أكلمت من هالناحية ما أكلمت من ناحية فلوس يعني يعني عرض العين كان أقل من عرض الأهلي ومع ذلك فضل هو العين عن الأهلي فضل العين لأنه جلت لأشوف بعد كرة القدم بعد ما تخلص كرة الصدق كان بيقطع قلت له قلت له إيه بعد يعني لما جاله العرضين أنا قلت له ما رح أقنعك أنا قلت له ما رح أقنعك بنادي العين بس رح أرغم عليك نادي العين ما رح أخليك بعد سوفيان عندنا معزة خاصة عندنا احنا كلعيبة الرجاء السابقين عندنا معزة خاصة مال سوفيان ليش لأنه أبو يشتغل في نادي الرجاء وأبو سبحان الله ساعد جميع لعبين في بدايتهم مل الرجاء يعني دخلنا بيتها ناكل عندها يوم ما كان عندنا لمصاري ولا شي ما كنا بعد في بداية مشوارنا كان هو السند أول واحد أول واحد يساعد اللعيبة يحتاجون ملابس أحدياج وتيهات أي شيء تحصلها عند سي محمد عند محمد يعلي يوم بلا تحصلها عند سي محمد يعني سوفيان كبر قدامنا نعتبر أخونا صغير يعني يوم ما نكلمها ما نكلم سوفيان كأنه لاعب عادي يوم كلمت سوفيان ما كلمتها كأي لاعب كلمتها كأنه أخوي يعني كلمتها بنبرت أفرض عليك تروح العين روح العين وما رح تندم يعني إذا 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 نقضها بمسألة المادية راح تحصل فلوس مو الحين تحصل فلوس الحين وبعد ما تخلص نصارك وبعد العين ما بينسوا أنا قلت لهم هال الجانب الاجتماعي الجانب الاجتماعي أفضل فريق يمكن تروح وتحصل فيه راحة دهنية وتحصل أي شيء تباه وأهم شيء أهم شيء في كرة القدم أنك تأخذ فلوس يعني فلوس ممكن تأخذهم في أي فريق ممكن تأخذ فلوس الدور الإماراتي كابتن بيطبق احتراف إنما الدور المصري الإفريقية مالتسية يعني عندها الجنات الإفريقية حتى قلت له نبل الحرب قلت له شوف تروح لأي فريق تروح لأي فريق استثناء الرجاء استثناء الرجاء فريقك الأم إذا جاتك فترة فراغ في مسيرتك يصبرون عليك فريقك الأم العين كأن فريقك الأم يوم تروح من الرجاء للعين غير على أنك تروح من فريق ثاني للعين ما أدري شو حتى العناوية تحصلهم كلهم يحبون الرجاء هل هو خدوة كابتن؟ هل هو خدوة في التفكير ولا كل كلام حصل بسرعة؟ لا لا كل كلام حصل بسرعة يوم أكلم باليوم بالمناسبة هو وكيل وكيل لاعبين اللي يشتغل على صفقة سوفيان اللي يشتغل معها سوفيان كان نفس وكيل لاعبين مالي هو نفسه كريم بلق تحية كبيرة لأخونا يشتغل معنا كأن إخوانا الصغار يعني يوم ما كلمت سوفيان أنا اليوم يتصل فيني هو مبارح قال لي كلمت سوفيان قلت له كلمتوا مبارح قل لي ليش قلت له أنا بعد ليش ليش فيسأني قال لي لأن رغبتها يروح العين صار أقوى هو بده يروح العين قلت له خلاص خلا يروح العين يعني شو المسكين يعني يروح العين ما راح يندم أنه راح العين إذا تبقى ألقاب بتلعب على ألقاب حتى يوم يوم العين يوم ما يكون ينافس على ألقاب تحس داخل النادي أنك تنافس على ألقاب الجمهور عارف أن فريقة هالموسم مو فريق ألقاب بس دايما يطالبونك بنتائج جابية يطالبونك يعني أنت دوم تحت ضغط تحت ضغط المباريات تحت ضغط نتائج إيجابية بس الحمد لله الفريق متصدر الدوري أول مباراة سوفيان أسس ثاني مباراة سجل قول وبعدها بعدها سوفيان ما طلع كل اللي عندها بعدها ما طلع كل اللي عندها ولذا شجع سوفيان يوم ما كلمتها قلت له يوم ما تروح العين ما راح يكون استعجال من العينوية على سوفيان بيعطونك وقتك بيخلو لك كل الوقت الكافي عشان تروح للعينوية يوم ما تكلم عن العينوية أتكلم على شيوخ الإمارات بعد أتكلم على الشيوخ النادي شيخ محمد شيخ عبد الله شيخ هزع هزع بن زايد الله يطول في عمرة يعني يوم يحبون يحبون الكورة يحبون اللاعب لمهاري لاعب وسبحان الله جميع اللاعبين يروحوا من المغرب على العين يتقلقون في العين كنت لسه أقول لك يعني كل اللاعبة المغربة أصبحوا حالة ناد العين يعني سوفيان من أول لمسة الكورة دخل قلوب العينوية وعمل عمل بداية ولا أروح وده بيفتح باب لمزيد من اللاعبة المغربة في الدول الإماراتي بشكل عام بس هل كنت متوقع هذا النجاح والتقلق لسوفيان مع العين والحب السريع اللي حصل يعني ما شاء الله لا شوفوا يوم كلمت سعيد يوم كلمت سوفيان جلت له هالكلمات ذكرت أول مرة بروح العين كلمني رشيد الدودي وقال لي نفس الكلمة قال لي سوفيان يوم تروحي للعين راح تلعب وتحس بنفسك أنك لعب لسه بتلعب فريق الرجاع يعني ما راح تحس باختلاف حتى طريقة لعب العين تشبه شيئا ما طريقة لعب ما الرجاع شعبية كبيرة أكبر أكثر فريق شعبية في الإمارات نفسها نفس الرجاع يعني ما تحصل ما تحصل اختلاف يعني يكون عندك مشكلة واحد هو فرق التوقيت فرق التوقيت هو اللي يكون عندك فيه في مشكلة يعني إذا ضبطت أمورك كيف ما يقوله إذا ضبطت أمورك ما التوقيت يعني مسائل النوم ومسائل التدريبات إذا حصلت وقت مرة الصبح راح تعدل مسألة نومك يعني يوم كلمت حسيت أنه عنده قابلية كان لازمة هالبوش هالدفع اللي تخليه خلاص ياخد القرار هو كان عنده القرار لأنه بعد سوفيان يعرف العين يعري أبو يعرف العين يعني من الزمان نلعب ضد العين في دوريات في دوريات في المغرب يوم كان نتيفي يجون العين يوم راحنا سويسرا لعبنا دوري الصداقة بعد أكثر من أظننا أربعة وخمس مواسم الوراء كان غجاء ضيف على العين في سويسرا يعني علاقة في علاقة مع العين كان في فترة حديث على ذهاب محسن متولي للعين يعني يوم قلت له وقلت له وما كنت خايف على سوفيان كنت عارف أن سوفيان أول ما يحط الرجلة في ملاعب وفي نادي العين راح يحس أنه بعد في الرجاء وهذا بيسهل المأمولي يسهل مسألة الاندماج يسهل مسألة حتى العلاقة بين الشعبين الإماراتي والمغريبي يعني كل سكان الإمارات يتكلمون يتكلمون مغربي يعني علاقتهم كلهم يتكلمون مغربي يعني أنا بعد عندي ربعية وأصدقائي كتير من الإماراتي بغض النظر على اللعيبة ما تكلم عن اللعيبة اللي لعبت معاهم واللعيبة اللي لعبت ضدهم يعني ناس عادية ناس بس يحبون العين يحبون الوصف الحمد لله العلاقة بعدهم من 11 سنة بعد متواصلة يعني الشعبين يسهلون المأمورية هالعلاقة مع المال الشعبين يسهلون المأمورية عليك بس ما كنت خايف على سوفيان بس كنت أنتظر ها أول قول إذا يجي أول قول خلاص يعني سوفياني رح ينس العنووية في سوفيان وفي سعيد خرازي وفي رشيد الداودي وإن شاء الله نتمنى إليه إن شاء الله إن شاء الله يتوج هداف واللي أحسن لاعيب الدوري هالموزم إن شاء الله كابتن الدوري الإماراتي والكرة الإماراتية في عهدك لغاية 2010 في المسيرة كانت شاهدت أحد ألمع اللعيبة المغربية اللي جم في الدوري الإماراتي والدوري الإماراتي الآن كيف ترى هل هناك تطور في الاحتراف تجد في بدايات الاحتراف مع حسن عبد الرب والجيل دوت اللي كان لغاية 2010 بعد كده الحين إحنا في 2021 وموسم 2021-22 هل ترى تطور في الكرة الإماراتية؟ أكيد في تطور حتى على البنية الصحتية ما الـ NDA يعني بتشوف ملاعب تطورت يعني يوم ما تشوف أصداد هزا من زايد وحتى ملعب الجزيرة يعني يوم ما لعبنا في ملعب الجزيرة ما كان بنفس هالجودة ما الفنادق وأرضية الملاعب كان فيه شيء أنا أتذكر في مرة أنا أتذكر في مرة انصبت انصبت صوت عملية انصب سند انصب حتى عقلية العقلية ما الشيوخ تساعد ان النوادي تتطور وان الدوري يتطور نصاب أظننا عمر عبد الرحمن كان بعد شاب نصاب فالديفيا يوم ما نصابوا هاللعب كان الإصابات كلها بسبب الملعب وحتى الملعب يوم ما تشوفها ملعب من طراز عالي يعني أول قرار كان ان الملعب يتغير والملعب تغير أظننا في أسبوعين أو شيء يعني كان ملعب جاهز للمباريات كنا في هالفترة كان الفريقي يتمرن في القطارة يعني هالأشياء هذا الاحتراف سرعة القرار فيه وايد أشياء تغيرت في دولة الإمارات حتى على مستوى إيقاع المباريات يعني إيقاع المباريات صار مرتفع يوم ما تشوف ترجع للشارقة العهدة اندماج شباب أهلي دبي الشباب والأهلي يصير فريق واحد شباب أهلي دبي نشوف الوحدة يرجع للمنافسة تشوف الجزيرة بعد ياخد الدوري ويلعب كاس العالم للأندي العين يلعب نهائي كاس العالم ما رح يلعب نهائي كاس العالم والدوري سعبه والدوري ضعيف نهائي كاس العالم نتيجة ونتيجة المنافسة للدوري يعني فريق يلعب نهائي كاس العالم وبعد شو الصدف الفريقين اللي لعبوا العرب اللي لعبوا نهائي كاس العالم العين والرجاء العين والرجاء على أي شيء بقولك نفس الجينات نفس الجينات ومال العين عند الرجاء يعني الحمد لله وبعد الفرق اللي لعب فيهم بعد الاثنين اللي أعشقهم وأحبهم بعد الاثنين يعني فيه تطور كتير حتى اللعيبة اللي لعبوا الأجانب ساهموا ساعدوا في تطور هالمنظومة حتى الناس المسؤولين يعني يوم ما يجيبون مدربين يجيبون مدربين على أعلى مستوى حتى في مسألة الفئات السنية يوم تشوف يجيه العبد الرحمن وعلي مبخوت وهي يلعبون نهائي كأس الخليج يروحون عن نهائي كأس آسيا يروحون الألعاب الأولمبية في لندن هاي كلها مسألة يشتغلون على القاعدة يوم تشتغل على القاعدة تحصل نتاعي سواء على المستوى القريب أو المستوى المتوسط أو المستوى البعيد يعني فيه تخطين كيف شايف ريبروف هذا المدرب القوي الشخصية اللي واضح عليه البصمة بتاعته واضحت على الفريق الفريق عليه هوية وشخصية مقارنة بآخر موسمين يعني فريق عنده رفع يوم كيف تقيم ريبروف كمدرب كيف ترى الفريق مقارنة بآخر موسمين والله العظيم يوم تكلم ده عندك اتصاد مع الكريم أو ما عندك هل وكيل اللاعبين عندك تصال لأنه هو ربطة الهزب همزة الوصل بيني وبن النادي إذا تكلمه قل لها الموسمين شو كان يقولك سوفيانا كل ما أكلمه أتكلم معه عصب شو فيه الفريق شو فيه النادي أكلم عبد الله أكلم فهد علي أقولهم شو فيه النادي بجنونوني هاي شو فيه النادي يش النادي صار هاي نادي في مرحلة تكوين في مرحلة تغيير يعني يوم ما تغير تسعين في المئة من الفريق حتى يوم ما شوف عبد الله شوف عبد الله علي في النادي شوف حميد مسؤول على حميد وعلي مسري مسؤولين على قناة النادي يوم ما شوف اللعيب اللي لعبت معاهم يشتغلون في النادي ها تطور مع النادي يعني يشتغلون على المستوى البعيد يوم تشوف النتائج هالموسم مقارنة موسمين للفاردين هاي يعني شخصية المدرب تباني على النادي يوم تشوف النادي الموسم اللي فات والموسم اللي بعده يعني ما تكون متأكد 100% ان النادي رح يفوز والفارد رح يفوز من مباراة يعني يوم تدخل المباراة تدخل يا رب نتيجة إيجابية يعني بس هالموسم يعني تشوف المباراة الأولى مرة ثانية وحتى مباراة بنياس على المباراة الفجيرة في تطور على مستوى الأداء في قرينتا في حماس في رغبة والرغبة هي أهم شيء إذا يكون عندك رغبة بالفوز ما رح يكون عندك خوف من الخسارة أكيد أي لاعب وأي فريق يكون عندك خوف من الخسارة بس يوم تكون عندك خوف أكثر من اللازم ما تحصل نتيجة إيجابية وهذا دور المدرب ودور الطاقم التقني ودور الإداريين اللي يكونون بجنب اللعبة يوم اللاعب سوفيان يوم يروح ويروح على تقديم تقديم اللاعبين ويروح للقناة النادي يحصل لعيبة كبار ما للعيد جابوا الأسياوية جابوا بطولة دوري جابوا كأس رئيس الدولة كأس الاتصالات يعني يجبون هالأقاب كلها يحصلهم يشتغلون في النادي يعني يوم تشوف ركائز النادي للقدام تشوفهم هم اللي يشتغلون في النادي رح يديك قوة وحتى يوم تشوف تيجي تحصل مدرب يطلب يبقى يطلع منك أقصى ما عندك ما تحصل إن النتائج جابية يعني شخصية المدرب والنادي محطوض بهذا المدرب يعني حتى الاختيار لهذا المدرب كان اختيار موفق يوم تشوف النادي تحصله أقوى حتى لو ما سجل حتى مباراة بنياص حتى مباراة بنياص فاز بواحد بس بواحد سفر بس كان النادي أقوى كان النادي عنده رغبة أكثر أكيد في مشاكل دفاعية في مشاكل دفاعية العين بعد يعاني من المسائل الدفاعية يعني منظومة دفاعية مو تكلم عن المدفعين بس بس المنظومة ككل الدفاعية يعاني من هالعين بس مو يعاني من نفس الموسم اللفات والموسم اللي بعدها موسم اللفات وبعدها كان العين ياخد أهداف يعني ببساطة كانت المنظومة هشة الدفاعية ما ما كانت عند اللعيبة تقع بس هالمدرب حط في اللعيبة تقع حط فيهم بعد بركز على الرغبة خلى اللعيبة يلعبون برغبة لأن اللعب يلعبون في نادي كبير أكبر نادي في الدولة نادي العين يعني ما يصير نادي العين ما يكون في المقدمة ينافس على الدوري يعني العين يوم تلعب يوم تشوف الآسيوية تشوف كأس آسيا وعسبة الأبطال الآسيوية يوم تشوفها ما تحصل فيها نادي العين تحس أنها يعني يوم أبسط لك أنت زمل كاو يوم شفت في الواتساب طلع عليه أنك زمل كاو بس تعبتون أنتو الزمالك والأهلي والله العظيم تعبتون هالموز لا ما نعرف نشجع ما نعرف نشجع الزمالك ولا الأهلي بدر هني بدر بانون بعد وليد في الجهة المقابلة وناجم وحميد أحداد بن شرقي يعني ما نعرف نشوف حتى مبارية الدربي مال الزمالك ما نشوفه نقول خلاص نشوف النتيجة يعني ما نعرف منه نشجع بس يوم بصراحة بصراحة يوم تشوف أنت دوري أبطال إفريقية ما تحصل فيه زمالك وداد رجع ترجي نجم الساحلي ما تحصل لها شو تقول الدوري أبطال إفريقيا ها نوصل ضعيف خلاص يعني ضعيف نفسها نفس الأسيوية ما العين موجود في الأسيوية يعني قرة الإمارات بعدها فيها خلل يوم ما يكون العين كابتن كابتن أنت شايف متى يعود العين للتتويق بأسيا 2003 كان آخر لقب والعين وصل للنهائي في 2015 وما كانش محظوظ وكانت ظروف صعبة جدا وما قدرش ياخد اللقب ماذا يعني متى يفوز العين وهل ترى هذا الفريق بدايات أنا مش عايز بردو نبالغ لا حتى ما نحمل ما نحمل هاللعيب ضغط أيوة بالزبط يعني كلال كم سنة نقدر ننافس أسيوية وناخد اللقب شوف بحكم بحكم تجربتي في العين وشفت الطريقة اللي يشتغلون بيها وبعرف رغبة شيخ الزاع وحبها للنادي وحبها لمنطقة وحبها للمدينة ككل مدينة العين لأنها هي لأصل ما لشيوك وحبهم لهالنادي أقل لك يعني على أبعد تقدير موسم وموسمين بس يعني لين الموسم اللي جاي وموسم أول موسم اللي بعدها حصل نادي العين لأنها تخطيط ما أدري إذا كانوا العناوية يحبوني أقولها ولا لا بس إذا ما كانوا يحبوني أقولها آسف يعني بس ما أقدر فريقي ما أقدر أخليه أشوفها في القمة ها تخطيط ما للعين تخطيط ما للعين يوم تشوف صفقة رحيمي فيها ثلاث موسم لابا كوجي وبعد تجديد تشوف اللعيبة الصغار كلها موسم أربع موسم خمس موسم ها سر أقول لك أن العين يفكر في الأسيوية للموسم الجاي أو لبعده على أبحث تقدير لازم يفوزون بالأسيوية لأنها الزعيم وحتى العناوية حتى الشيوخ والعين ضاقوا حلاوت كأس العالم شو تشارك في أس العالم شو تشارك في نهائي كأس العالم يحبون يعيدون الكرة بس مو تكون على بوابة بطل الدوري بس تكون على بوابة الأسيوية يكون بطل أسيو ها وضع الزعيم هذا هو وضع الزعيم الزعيم وضع العناوية فريق العين أنه يكون في القمة واتمنى أنها شيء يحصل في فترة تواجد سوفيان ويكون سوفيان من أحد المساهمين فهذا تتويجي إن شاء الله على مصر جمهور الزمالك زعلان من أشرف بن شرقي علشان عدم التجديد شو نصيحتك لي وهل توصلت معاه وهل ترى نجاحه مع الزمالك لم تكلمت حب جمهور الزمالك لي يعني خب جمهور الزمالك لي وتمسكه به ونجاحه في مصر ونجاحه مع الزمالك ألا يدفعه أنه يتمسك بالأسرة الزمالكوية زي ما أنت نصحت سوفيان يتمسك بالأسرة العينوية وشو كلمته وشو دربته والصدفة وكيل لعبين مع البن شرقي هو نفسه وكيل لعبين سوفيان رحيمي واللي كنت بالشغل معاه وبعد تربطني بها علاقة يعني كلمت من شرقي بعد ما فازه بالدوري وهنائتها بس ما كلمتها في مسألة التجديد ما حبيت أدخل معاه في خصوصيات ولشة التفكيرها بصراحة بس يوم كلمت وكيل أعماله أظن عنده بس عنده بس شوية شروط مو مسألة مسألة مادية ما تكلم عن مسألة مادية والحمد لله ما عنده مشكل مادية مع الزمالك حتى كلامه حتى كلام وكيل وكيل لاعبين يقول له إذا في في عرض كيف ما كان ما رح أفضل على الزمالك هو يحب الزمالك يعشقش مهور الزمالك الشي اللي شافه نادي الزمالك ما شاف مثله حس بالزمالك أنه كان في الوداد يوم فاز بعصبت الأبطال مع الوداد وكان لاعب في الوداد حس نفس الشي هو يحس بارتياح أكد لك وأكد للزمالك قوية أنه يحس بارتياح ما عنده رغبة عنده رغبة في البقاء أكثر من رغبة في الرحيل أسباب الرحيل ما تكلمت فيها وما أدكر ما أدكر بس في احتمال كبير يعني أقل لك لين 80% أنه رح يتم في الزمالك وتمنى لأنه يتم بعد مع الزمالك لأنه لأنه تتعلق في الزمالك وصار في ود بينه شو نصيحتك ليه كابتن شو نصيحتك ليه كنجم كبير للكرة المغربية وأكيد يسمع كلامك ويسمع نصيحتك ليه شو تنصح؟ النصيحة اللي نصح لأشرف بن شرقي أن الكرة نفس النصيحة اللي قلت اللي قلت السوفيان يعني يوم اللاعب يطلع من المغرب عشان نكون صرحين يوم اللاعب يطلع من المغرب ويروح فريقان سواء على مصر أو على السعودية أو على المراث أو على أي فريق أي دولة يوم يروح يروح مسألة شماعية يعني يروح يدور على أحسن مسألة مادية لأن الكرة القدم الوطنية بعد في رواتبها هزيلة ما تضمن مستقبلك بس اللاعب يوم يطلع من الرجاء والمداد ما يطلع لأي فريق يطلع زمالك أهل عين هلال اتحاد هالفرق الكبيرة كأسم أول شيء كأسم يوم يروح أول شيء يفكر فيه مو مسألة مادية يفكر في العلاقات يفكر في يتبت وجوده يفكر في خلد اسمه يخلي اسمه هناك يتم بعده لين عشر خمسطاشر سنة عشرين سنة يوم تشوف انت البهجة يوم تشوف هشام بوشروان يوم نكلمك على رشيد الدودي في حد ما يعرف رشيد الدودي يعني فيه لعيبة فيه لعيبة جون على فيه جمهور يحب العين يحب العين بس ما حصل رشيد الدودي رشيد الدودي لعفت تسعينات في العين فيه جمهور ما للعين من مواليد 2000-2001 ما حصلوا رشيد الدودي ما شافوا رشيد الدودي بس يعرفوا رشيد الدودي لأنها ترك بصمة في نادي العين يوم أكلم سوفنيان ولا أكلم أشرف بن شرقي أقول له هاللي لازم تدور عليه يعني خلي بصمة في تاريخ نادي الزمالك خلي بصمة يعني بعد عشرين سنة يصير حدث أو شي يتذكرون مغربي كان عندنا اسمه أشرف بن شرقي نتصل في مغربي أنا يوم تتصل فيني أنت اليوم يوم تتصل فيني أنت ونسوي على حواه وأشكرك يوم أحس بفخر أحس بفخره باعتزاز أقول هاللي تحصله من الكورة يعني بعد حداشر سنة يتصلون فيك ليش لأنه في مغربي يراحوا على العين وسجل هذا في كونتاني مغربي يسجل في دوري المحترفين يعني فيه رابط يعني لازم تخلي شي يتذكرون بيك يعني يوم من هنا ما أدري يا خمستاشر سنة أو شي يوم تكلمني بنتي أو ابني أو حدي يكلمني يقول لي مع منه بنتي مغلب أتكلم مع صحفي في دولة الإمارات شو يبهى الصحفي لا أنا كنت لعب وتذكرني حتى أبنائك يحسون فخه يحسون فخه هاللي بقل له عمر الكورة قصير لازم تستغله تستغله في هالفترة تلعث نادي كبير ينافس على جميع الألقاب قد أن الزمالك الموسم اللي جاي جمهوره ولمسؤولينه ولحتى اللاعبين وبالأخص الجمهور مع الزمالك حتى أنت يوم أقول لك شو الطلب عندك الموسم اللي جاي مع الزمالك دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا منتهي مصر إجازة أو شي أنه يوم أروح على الأمارات ويجي واحد حتى هنا في المغرب حتى يوم كنت في باريز بحصل واحد أماراتي يسلم عليه أنت سوفيان يسلم عليه بحس بفخر باعتزاز هذا هو اللي تحصله من كرة القدم أتمنى أنا صراحة أتمنى أن ابن شرقي يتم مع نادي الزمالك أنا صراحة لأنه تقلق نادي حصل نفسه بنادي الزمالك شفنا ابن شرقي رجع لمستواه وابن شرقي الموجوب اللي كنا نعرفها يوم يوم الوداد ويوم أرد ابن شرقي اللي نعرفها في نادي الزمالك يعني أتمنى أنه يتم ورح يتم رح يتم رح يتم إن شاء الله معاك وإن شاء الله رح يتم معاك إن شاء الله رح يكمل مع النادي إن شاء الله وإحنا صعداء بالوقت ده معاك والله يخليك والله وإحنا أصلا ما نسمعكش علشان نرجع لتذكرك أنت واحد من أسماء المؤثرة الكرة الإماراتية وندل عين ومصمتك ويكفي أخلاقك فاطرة أنت بتموجود فيها نشوفك في الملاعب كنت مثال للعيب الخلوق المحترم اللي كنا بنعزل وحبناك وإنت دايما طول عمرك إنسان جبيل قبل ما كن لعب فنانيا وأتمنى بعد التوفيق عصام عدوى المغرب الموجود بالدفرة أدم نفاتي ووليد صبار وطارق سكتو تسعة ما شاء الله تسعة لعبين الحمد لله أتمنى لكل اللعيبة المغاربة الموجودين في دولة الإمارات وحتى في دوليات الخليجية ككل أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله يكونوا أحسن أتمنى أشوف كل مرة أشوف فريق الأسبوع في دولة الإمارات يحصل مغربية أو اثنين أو ثلاث مغاربة يكونون موجودين في المباراة والله أقسم لك والله يوم شفت سوفيان رحيمي وشفت الكابتن المصري يتكلم عليه على تشكيلة الأسبوع كابتن خالب بايوم كابتن خالب بايوم يوم يتكلم عليه والله حس أنه يتكلم عليه يوم يقول سوفيان رحيمي ما كنت بس مع رحيمي كنت بس مع سوفيان علودي يوم يقول سوفيان علودي أول ظهور سوفيان رحيمي أول دوكا أنه يقول سوفيان علوك كنت أحس بفخر كنت أحس بنفسي مكان سوفيان وهذا اللي تمناه لكل اللعبة وبعد أشكر شيخ هزاعلي أنه أصر على قدوم سوفيان سوفيان رحيمي وأتمنى التوفيق لسوفيان إن شاء الله في العيد وراح يوفقها إن شاء الله راح يكون موفق إن شاء الله يا رب أشكرك كابتن وأتمنى لك التوفيق وهنبقى على تواصل دايم بقى خلاص أكيد في أي وقت على رأسي في أي وقت أشكرك كابتن أشوفك على خير وديما رجاء أخويا ديما نسر شوف إحنا في المغرب بنقول إحنا الرجاوية بنقول ديما نسر وخرجت خسر الله شو شعار الزمالك شو شعار الزمالك الشعار بتاع الزمالك الملكي الملكي يعني إحنا يعني أنتو الزمالكوية لازم تقولون دائما الملك رغم خسارة الملك صح إحنا نفس الشيء شعار الرجاء النسر بنقول دائما النسر وخرجت تخسر المباراة الله 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 حبيبي مرفع إن شاء الله حبيبي الله يخليك بالتوفير إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله في القريب العجل إن شاء الله إن شاء الله